شكل مجلس الوزراء لجنة فنية للنظر بطلبات المستثمرين الذين تقدموا لهيئة الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار ورفع توصياتها للجنة أو للجنة منح الجنسية المشكلة من الوزراء المعنيين هيئة الاستثمار في بيان صحفي بيانت أن تشكيل اللجنة الفنية معا ممثلين عن وزارتي الصناعة والداخلية إضافة للهيئة يأتي لتسريع إجراءات دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتأكد من تحقيقها للشروط واتخاذ القرار من قبل لجنة منح الجنسية حيث تجتمع اللجنة الفنية مرة كل أسبوع وتلقت هيئة الاستثمار 169 طلبا من المستثمرين للحصول على الجنسية الأردنية ثمانية طلبات منها مستوفية للشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء و24 طلبا استوفت الأوراق المطلوبة وسيتم رفعها إلى اللجنة الفنية لدراستها واتخاذ الإجراء الأنسب بخصوصها